اكد سعادة السيد اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على توطيل التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا في دعم الجهود الوطنية وخلال رعاية حفل التجمع الرمضاني السنوي الثامن عشر لجمعية الحكمة للمتقاعدين بالتعاون مع مؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين شدد الوزير العصفور على سعي لإيجاد منظمات أهلية معنية بمختلف المجالات الاجتماعية وقادرة على تنمية برامجها ومشاريعها وأشهد وزير التنمية الاجتماعية بجهود جمعية الحكمة للمتقاعدين ودورها المميز في تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي من خلال شراكة المجتمعية بين القطاعات الأهلية الرسمية والخاصة وبما يصب في صالح المجتمع وعلى وجه الخصوص فئة المتقاعدين كما تم خلال الحفل تكريم عدد من المتقاعدين والمسنين والمؤسسات الداعمة لمبادرة الجمعية إلى جانب الفقرات الشعبية والفعاليات الترفيهية اشتركوا في القناة